اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة القرار قد ما هي كلمة صغيرة جدا في عدد حروفها ولكن ممكن تساهم في ان حياتنا تتقلب 180 درجة من قمة التعاسى الى قمة السعادة ومن قمة الاطمئنان وراحة البال الى علامة استفهام كبيرة جدا ما نقدرش نخرج منها بطلة حلقة النهاردة رصلت الصفحة الرسمية البرنامج المحاكمة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك برسالة كانت غريبة جدا وغربتها نعرفها في نهاية الحلقة بتبتد القصة وهي لسه شابة في مرحلة الجامعة ربطت بينها وما بين جارتها في نفس العقار قصة صداقة قوية جدا رغم ان صداقتها دي كانت اكبر منها بحوالي 5-6 سنين عدت سنة واثنين وثلاثة خلال السنوات دي كانت الجارة اللي راحت اتجوزت مرتبطة جدا عن طريق الاتصالات وعن طريق المقابلات وعن طريق السوشيال ميديا ببطلة حلقة النهاردة وكانت دايما تشكلها من انها مش مبسوطة في جوازها جوازتها دي ما كانتش الجوازة اللي هي تتمنها الراجل اللي هي مرتبطة بيه واللي عايش معاها في نفس البيت راجل جامد جدا وعنده مشاكل كتير جدا مشاكل نفسية وعنده حالة من الجفاء تجاه الاخر دايما مشغول بحياته برا البيت اكتر من حياته جوه البيت ولكنها رزقت منه بطفلين وقت ما حصل الموقف اللي قلب حياة بطلة حلقتنا مية وتمانين درجة ولانها كانت متفوقة جدا في دراستها درست الطب وتخرجت وتعينت في مكان كويس جدا ربط بينها وما بين زميل لها علاقة مبنية على الاحترام وعلى المسندة وتبادل الخبرات واحدة واحدة بدأ يحصل تفاهم بدأ الراجل يتقرب ليها وعايز يتقدم ليها قال لها انا عايز اقعد معاك شوية في مكان هادي ناخد وندي واتعرف عليك اكتر ولكن هي رفضت ان هي تروح تقابل الشاب ده من غير اختها الكبيرة اللي هي جرتها اللي هي صديقتها المقربة صديقتها المقربة قالت لها انا بشتغل ومضغوطة جدا والراجل مزهقني في حياتي وعند طفلين والنبي يروح انتي وبعدين قليل الاخبار ايه وانا هبتدي اخد كل المعلومات منك واحللها وديلك رأيه ولكن رفضت قالت لها بصي انا هعد عليك بالعربية ونقعد مع بعض اللي يخليكي وانا مش هادر اقابله من غيرك ولازم وحيسمى ولابد والحاجات دي المهم تحت الضغط الشديد والحاح الست ايها طب خلاص عدي علي عدت عليها بالعربية ففي اللحظة دي وهي سايقة بدأت تفكر كتير قوي في الراجل اللي هتروح تقابله بدأت تفكر كتير قوي وصوت عالي مع صديقتها اللي ركب معها السيارة وفجأة بتقول ان انا محستش بنفسي غير وانا بفتح عناية ولقيتني على اجهزة طبية كتير جدا وموجودة في قوضة العناية المركزة وبتلفت حولي مش تلاقي صاحبتي مش فاكرة انا فين سألتهم فين صديقتي واختي اللي كانت موجودة معايا في العربية قالوا لها البقاء لله الست توفيت اخدت حوالي ست سبع شهور لغاية ما فاقت وشفيت من الكسور ومن قصار الحادثة الكبيرة جدا دي ولكن نفسيا حاسة بشرخ كبير جدا طول الوقت حاسة بزنب كبير جدا هي اللي الاحت على صديقتها علشان تنزل معاها وتروح المشوار ده شي لهم انها كانت السبب في انها يتمت طفلين صغيرين محتاجين امهم في اللحظة دي ومن هنا بدأت النقطة الفارقة في تاريخ وحياة بطلة الحلقة قرار مجنون جدا وقرار غريب جدا من بطلة الحلقة لما قررت ان هي تتجوز جوز صاحبتها بهدف ان هي ترعى الاولاد لان هي حاسة بالزنب انها كانت السبب في فقدان امهم قرار مجنون وقرار غريب جدا على الرغم من ان هي صاحبتها كانت دايما بتقول لها انها بتتكلم عن سلبيات كتير جدا فيه ولكن قالت انا ما بفكرش في اي حاجة من دي على الرغم من ان الراجل سنه كبير وان بطلة الحلقة زي ما بتحكي في رسالتها بتقول ان انا بتمتع بجمال كبير جدا على قدر كبير من الجمال كمان بتقول ان انا لسه بنت ما تجوزتش ما سبق ليش الجواز ولكن قررت ان انا اضحي واتجوز راجل كان متجوز قبل كده وامراته متوفية وعنده طفلين علشان بس اراعي الطفلين دول واكفر عن زنبي اللي انا ارتكبته لما اصريت ان انا اخدها واسيبها بيتها وكنت السبب في انها توفيت بالفعل اتجوزت الراجل ده برغم معارضة شديدة جدا من اهلها من الاب ومن الام ومن اول لحظة في الجواز كانت الصدمة بالنسبة لبطلة الحلقة بتقول ليلة ما تجوزنا انا دخلة الشقة بتاعة صاحبتي وولاد صاحبتي موجودين وجوز صاحبتي ده اللي هو بقى جوزي دلوقت عارف كويس قوي ان انا بضحي وان انا لسه بنت علشان خاطر الاطفال دول ولكن فجأة اول ما قفل الباب قال لها بقولك ايه انا يلا يلا ايه مالك في ايه ما انت عارف الظروف وعارف الموضوع النفسي وعارف ان انا جاية هنا علشان خاطر الاطفال قال لها لا اطفال ايه قال ما ليش دعب موضوع الاطفال انت دلوقتي مراتي تاني يوم بدأ يقول لها انا سبتك مبارحة هوت ومش عارف ايه قالت له طيب كزا طب العيال طب هيس قال لها ما ليش دعب وبالفعل تاني يوم تمت الدخلة على غير رغبة الست دي واكتشفت بعد كده ان صاحبتها كانت عندها حق جدا في ان الراجل ده راجل عنده حالة من الجفاء وحالة من الانانية وحالة من القصوى ودايما كل انتباهه وكل وقته وكل تركيزه برا البيت يا دو بيجي البيت علشان يأكل لقم ناس الاولاد تماما وكل اللي بيشغله لسنتين متتاليتين هو جمال الزوجة دي وحريص جدا على انه يوميا يقيم معاها علاقة على غير رجبتها اللي هي بتوصل احيانا انه بيحصل يعني ان هي بتكون رفضة تماما الموضوع ده ولكن بيحصل على غير رغبتها بتقول بعد السنتين دول انا قاعدة مش عارفة اعمل ايه ونرجع تاني ونقول القرار القرار اللي بناخده فاوقات كتيرة جدا تحت تأثير العاطفة سواء العاطفة من احساسنا بالزنب سواء العاطفة من اننا متعاطفين مع طرف اخر وبنحاول نسنده وبنحاول نقف جنبه زي الست ما فكرت في الاطفال هي ما فكرتش للحظة معينة ان هي هتبقى مملوكة جسديا ونفسيا كزوجة لراجل هي اساسا سمعت عنه كلام كتير جدا ان هو زوج يعني مش زوج مثالي علشان ما نغلطش في صخص حد اخر هو مش زوج مثالي مش شاب في سنها علشان يبادلها نفس الافكار مش حد متجوزها عن حب ضحت بالشاب اللي هو كان زملها في الشغل وكان قدها في السن وكانوا حيبتدوا الحياة مع بعض ولكن بعد سنتين بدأ الراجل ده يتكلم معاها بدأت تقرب ليه من تاني هو ما تجوزش خلال السنتين دول ولكن هي اتجوزت بدأت لما بدأت تتكلم معاها مرة تانية حست قد ايه كانت غلطانة قد ايه انها مدفونة كشابة مدفونة كأنسة ولكن فات الأوان دلوقتي انت ما عنطيش البنت اللي لسه طالع للحياة وعايزة تبتدي انت دلوقتي زوجة لزوج ومتبنية رعاية أطفال طفلين قدامك الموضوع قاسي جدا والموضوع متشابج جدا ولكن انا هخرج من المنطقة اللي انت بتتكلمي فيها وحتكلم دايما عن علاقة المرأة بالنسبة للرجل وحأكد من وجهة نظر الشخصية على انه المرأة ليست ملكية خاصة المرأة ليست مجرد وعاء المرأة ليست مجرد جسد يملك ويكون مكان لتفريغ الشهوة الراجل ده اللي قبل انه هو يتجوزك هو متجوزك بس علشان انت كنت في عينه جميلة مصدق ان هو يملكك مش مقدر تماما ان انت عامل ده علشان الأولاد بيتعامل معاك دايما على ان انت جسد على حد وصفك فلازم انت النهاردة تعملي وقفة مع نفسك وتفكري ولو للحظة في نفسك رائع جدا ان احنا نضحي من أجل أطفال آخرين رائع جدا ان احنا نضحي من أجل طرف آخر ولكن ليس دائما على حساب نفسنا بنسبة مية في المية علشان ما يجيش وقت معين ونندم على الحاجة الجميلة اللي احنا عملناها كان من الممكن ان انت تلاقي حل أمثل للموضوع في انك ترعي الأولاد من بعيد لبعيد انك تكفليهم ان انت توديهم ان انت تزوريهم ان انت تسندي في تربيتهم ولكن مش علشان خاطر الأطفال تضحي بمستقبلك وبنفسك وبعاطفتك وبجسدك لراجل ما يستهلش ده أرجوكي عيد صياغة الموقف ابدأي فكري من جديد ولو حسيتي ان انت طرف خسران كل حاجة اعتقد انه جه الوقت المناسب علشان تعملي وقفة وتبدأي من أول وجديد أشكركم على طيب المتابعة ومنتظر آراءكم وأفكاركم في التعليقات ونلتقي ان شاء الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر